معنى كلمة عبادة العبادة كل ما يرضي الله والعبادة لا تخلو من أربعة أنواع إما عبادة بدنية أو قولية أو قلبية أو مالية ملهاش خامس أي نوع من أنواع العبادة ما تتعدش الأربع أنواع دول عبادة بدنية بالبدن زي الصلاة عبادة قولية قولية زي قراءة القرآن والذكر والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم والإستغفاء قلبية زي الإيمان بالله والتوكل على الله والثقة في الله وحسن الظن بالله والرضا على الله إلا من أطى الله بقلب سليم نعم وعبادة مالية زي الزكاة والصدقات نعم وهذه الصدقات وهذه الصدقات ربنا أمر بيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وربنا سبحانه وتعالى شرع الصدقات لينعم الفقير كما ينعم الغني ويتصابق الناس في فعل الخير إذن طبعا يا كلها أيام خيرات وبركات وطبعا نتذكر الحديث الشريف دووا مرضاكم بالصدقة ونموا أموالكم بالزكاة الحديث كتير جدا جدا عن الصدقات وعن الزكاة بعض الخيرات